بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وفي برقيته تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزراء بأسماء آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة متمنين أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام كما تعهد مدبولي بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء لأنعم الوطن بالخير والتقدم والازدهار